السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسا جديد إذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو اللي يصلكم كله جديد البعض يتابع للقناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل ما تتابع الفيديو تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك ونفعل زر التنبيهات اللي يصلك كله وفيديو جديد بإذن الله نتكلم في هذا الفيديو عن حرف C اسمه C لكن لدينا سبع حالات وأصوات لهذا الحرف تابع معاينات الفيديو هناك الكثير من المعلومات والسبع حالات التي يكون فيها حرف C باللغة الإنجليزية كما نعلم لدينا أربع مهارات listening إذا الاستماع writing الكتابة reading القراءة speaking التحدث لكي أقرأ وأتحدث وأيضا أكتب وأسمع بشكل صح يجب أن نعرف أسماء الحروف وأصوات الحروف بشكل حسن بالتالي أقوى من لغتي الإنجليزية إذن كما قلنا لدينا سبع حالات يأتي بها حرف C باللغة الإنجليزية ننتبه اسمه C لكن له أصوات ممكن لفظه C ممكن تشا ممكن شا ممكن يكون كا ممكن ما لفظه إذن كما قلنا لدينا سبع حالات أول حالة بيكون عندنا إذا جاء بعد حرف C حرف I, E, Y بهذه الحالة نفظه C مباشرة إذن عندنا C, C, E, C أيضا C, I أيضا ننفظه C C, Y أيضا C إذن أول حالة حرف C إذا جاء بعده I أو E أو Y بهذه الحالة ننفظه C لاحظ sell, sell, rice, rice, price, price إذن لاحظ C, E, sell sell طبعا خاليا rice, rose لاحظ C, E, see, rice, price أيضا C, E إذن price سعر إذن C, E ننفظه C لاحظ sell, rice, price طبعا نفسها rice فقط وضعنا P تصبح سعر أيضا C, I ننفظه C لننقل C, C, city إذن مدينة D, side, 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 decide يقرر excited إذن مندهش أو مندهل excite إذن C هنا ننفظه أيضا C decide أيضا C, Y ننفظه C عندنا cycle السية الأولى ننفظه C جاء بعدها Y السية الثانية ننفظه K يجاء بعدها L يعني من عدل الحروف الثلاثة هذه إذن cycle لا نقل سايسل cycle I, C إذن جريدي fancy إذن خيال sell rice price city decide excited cycle I, C fancy طبعا نحفظ هذه الكلمات إذا تكون عندنا كلمة جديدة حاول أحفظها كتابتا ولفظا معدى الحروف I, E, Y بعد السية ننفظه K لاحظ cat اسمه C لكن صوته K cat لاحظ بعده ما أجه I ولا E ولا Y بها الحل نفظه K cat لنقل سات cat clean clean أيضا بعد السي يجه حرف L لم يأتي I, E, Y لو جاء بعده I, E, Y بعد السي نفظه C معدى ذلك نفظه K clean carrot لاحظ جزر clean ينظف cat لنقل قطة cake كعك أيضا جاء بعد حرف C A إذن نفظه K عندنا cup أيضا بعد السي U لنقل sub إذن cup إذن فنجان أو كاس cup cake carrot clean cat إذن بعد السي أحد الثلاث حروف هذه نفظه C معدى ذلك نفظه K إذن اسمه C لكن صوته K إذن جاء بعد حرف C حرف H بهذه الحالة نلفظه cha cha يعني كأنه حرف T مع cha cha لاحظ CH جميع أحد الكلمات فيها CH cheese cheese لا نقل سهيز إذن الحرفين هذه مع بعض cha cheese جبنا child لا نقل سهيل child child طفل change change يتغير أو يغير change choose يختار choose لا أقول سهوز إذن CH نفظه cha choose إذن إذا جاء بعد حرف CH عنده إذن نفظه cha إذن cha حرفين مع بعض كصوت واحد هو cha cheese child change choose cheese child change choose إذا جاء حرف C بعده K إذن نفظه K كحرف واحد كأنه السي موجود لكن يكتب لكن نلفظه كحرف أو كصوت واحد هو K إذن بلا لحظ black إذن السي لا يلفظ لا نقول بلا sick black إذن حرف واحد neck neck sick sick لا نقول سي إذن السي مع K نلفظه K حرف واحد click click إذن أيضا لا نقول classic click pick pick إذن إذا جاء حرف C K نلفظه كصوت واحد black لون أسود neck عنق sick مريض click ينقر أو يضغط pick يقطف black neck sick click pick إذا جاء بعد حرف c i al يفضح shell special special social social facial facial crucial crucial official official special خاص social اجتماعي facial متعلق بالوجه crucial حاسم أو مصيري official رسمي special social facial crucial official إذا لاحظي من هذه الكلمات المتنية c-i-a-l c-i-a-l نفضها shell نحن نقول c-i-l shell بالكتابة هنا لاحظ special shell علطوا نحفظها بشكل بصم c-i-a-l saw shell phi shell إذن أربع حروف بشكل بصم يأتون مع بعض c-i-a-l إذا جاء بعد حرف c-i-o u-s هذا الحال لفضها chess chess delicious delicious لاحظ أربع أو خمس حروف إذن خمس حروف لفضها chess delicious delicious gracious gracious conscious conscious لاحظ الفضها shell إذن الحروف هذه conscious conscious 6 حروف 6 حروف spacious إذن أيضا خمس حروف هذه نحفظها chess أيضا عندما نحفظ الكلمة سهلة c-i-o-u-s بشكل بصم الفضها chess delicious gracious conscious conscious spacious delicious delicious لذيذ gracious كريم أو رعوف أو رقيق conscious واعي أو مدرك إذن واعي أو واعي spacious فسيح أو رحب أو واسع إذن chess delicious gracious conscious spacious حرف c بنهاية الكلمة الفضها can إذن حرف c بنهاية الكلمة الصوت يكون can إذن دائما ننفضه can traffic traffic panic panic music music arc arc picnic picnic نلاحظ إذن c بنهاية الكلمة k أيضا c جاء بعده حرف n عند إذن نفضه can traffic مرور أو حركة المرور أو حركة السيء panic هلع أو ذعر أو خوف music موسيقة arc قوس picnic نزهة إذن حرف c بنهاية الكلمة k traffic panic music arc picnic أيضا نلاحظ إذن كان عدنا cs s c لا يلفظ موسيق لا نقل muscul muscul c silent لا يلفظ disciple تابع نلاحظ أيضا c لا يلفظ disciple crescent crescent أيضا c لا يلفظ crescent بمعنى هلال disciple تابع muscle عضلة إذن عدنا حرف c إذا جاء بعد حرف s c لا يلفظ muscle disciple crescent هذا الشكل النهي الذي درسنا هذا اليوم تكلم فيه عن حالات لفظ حرف c باللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا